شي مرة جربتوا تعملوا كبه حيلي بالكشيك كتير طيبة بنصحكم تشوفوا هيدا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها وإذا عجبتكم ما تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بويصلكون كل جديد يلا نشوف سوا كيف الطريقة أول شي ضفت بوعاء كوبين من البرغو للناعم الأسمر الخاص بالكبه من بعد ما ضفتهم زدت عليهم تقريبا كوب ونص من الماء يعني نفس الكوب اللي استعملنا للكبه شوفوا كيف حطيت الماء وصرت تحرقهم لشوف إذا هني بعد بحاجة لماي لأتأكد إنه كلياتهم وصلهم ماء من بعد تركتهم تقريبا ربع ساعة وإذا حبيتوا تفرقون بإيدكم برضو بيكون أحسن كرمال تلف معنا الكبه أسرى فيه ناس بتنقع البرغل بكتير ماء ومن بعدها بتشيل البرغل بإيده بتعصره بتحطه بعقتاني كمان بتزبط بس أنا بحس إنه ما في داعي لحتى نعمل هيك بيكفي إنه ننقعهم بالقدر اللي هي محتاجته مش أكتر مثل ما قلت لكم أحبيت تركتهم ربع ساعة لحتى تتشرب كل حبة برغل الماء مزبوط إذا حبيتوا تفرقون فرقون وفيكن تترقون هيك أنا حبيت أترقون لشوف إذا تركتهم بدون ما نفرق الحبة بتزبط هلا بتشوفوا النتيجة سلقت ثلاث حبات بطاطا وسط قطعتهم وسلقتهم اللي حتى يستووا بسرعة بس استووا كتير منيح ضفتهم هني وصخنين على البرغل حتى يتلن شوية ملاح وشوية كامون وشوية كسب ريبسي وشوية بابريكا يعني عزلقكم الكمية ومن بعدها برشت بسلتان وضفتهم عليهم ماي ما زدت ولا نقطة حتى تقدر معلقتين زيت الزيتون اللي يعطي نكهة طيبة فيكن إذا حبيتوا تزيدوا بهارات بهار أسود زنجبيل أي نكهة أنتوا بتحبوها بس أنا حبيت تكتفي بهول بهارات ومن بعدها صرت إدعاكم كتير منيح وقفركم بإيدي وليكوا كيف صارت معي ضغري عجينة يعني عن جد أبدا ما عزبتني البطاطا المسلوقة بالكبة اختراع رهيب أنا كتير حبيت البطاطا بالكبة النباتية خاصة حتى في ناس يعني بتعمل هيك بتكبكبة وبتحشيها شوفوا كيف العجينة الكبة متماسكة معي هاي ما فيها لا لحمة ولا طحين في ناس بتحط طحين أنا ما حطت طحين لأرجيكم كيف نشى البطاطا نقدر نكتفي فيه بدون طحين وبدون تصير معجنة هيك لقيت أنا هيك أحسن بكتير وهلأ أحبابي إذا حبيتوا تعملوها وطابات صغيرة وتكتفوا فيها هيك مع الكشك كتير بتطلع طيبة وإذا حبيتوا تقرسوها فيكن تحشوها لحمة مع شوية جوز وبصل مقلة رهيبة وإذا حبيتوا كمان ضيفوها دبس الرمان بس أنا حبيت اليوم أرجيكم الطريقة البسيطة كيف من أشي بسيطة بنعمل أكل كتير طيبة ليكوا كيف قرستها بكل السوري حتى يعني محطات عقيدة مي عن جد عجينة رائعة وفيكن تاكلوها نية أخوانا السوريين بيعملوها نية تقريبا بتشبه هيد الطريقة شي مرة إن شاء الله بنزلكون هيدك الوصفة الخاصة بالكبة النية النباتية وهيدك الكمية الكبة اللي كانت موجودة عندي حاولتهم لطابات ضل شوي زيادة حطيتهم بكيس غذائي يعني هني وطابات وفرستهم بس بدي شي مرة كون مقطوعة حبي أعمل أكل سريعة فين استعملهم باللبن أو الكشك ولما فرمت الكسبرة كمان ضل زيادة عندي حطيتهم بكيسان وحطيتهم بالتلاجة لوقت الضرورة وهلأ صرنا بأهم مرحلة بهذه الأكل اللي حتى تطلع معنا كتير مميزة ضرورة تبع هؤل خطوات أول شي فرمت بسلتان وسط قاليتهم بزيت الزيتون اللي مجمد إذا شفتوه لأنه عنا بلبنان كتير سقعة أول ما بلجوا يعطلون من قليل على حرارة وسط ضفت عليهم معلقة محباية من معجون لفلايفلي الحلبية اللي كتير طيب اللي ما بقدر استغني عنا بأكلاتي إذا مش متوفرة عندكم فيكن تفرموا شوية فلايفلي خضرة وطفوا عليها كمان تعطيناكها قريبة من بعدها فرامت حسين توم كبار متل ما شايفين هيك ترنشات وقليتهم مع بعض يعني مش أكتر من عشرين ثانية لأنه تتغير طعمته بضطل طيبة ومن بعدها ضفت كمشة كزبرة طازة مفرومة وقلبتهم مع بعض شوي وهلأ خطوة كتير مهمة تعلمتها من أهل باعلبك هي أنه قطيفوا الكشك على التقليل اللي عاملين له إياها على الزات وتقلبوهم مع بعض لحتى تتشرب يعني كل حبة كشك زات وهي الطريقة أول شي بتطلع الطياب وما بتخلي الكشك كابتل وكمية الكشك أحبابي صعب نقدر نحددها بترجع لدسامة الكشك إذا كان خفيف ما فينا نزد له ماء كتير وإذا كان كتير دسم بدنا نزد له ماء أكتر شو يعني دسم يعني كمية اللبن اللي نحطت فيه للكشك هو عم بينعمل بالأساس كانت كتيري يعني مدعوم بيكون دسم أنا الكشك اللي عندي وسط يعني ضفت عليهم تقريباً 2 لتر من الماء حسيت إنو بعد بدهم شوية زيت لحتى هيك يعني تشتشو بالزيت الزيتون هايدي الحركة بتأثر بالطعم صراحة بنصح كون تشربوها بس حسيت إنو خلص بكفي زيت هالقد يعني وحاج بقى يعني فوقفت إضافة زيت قلبتهم مع بعض هيك لحتى يتقلل كشك شوية عالنار في ناس بتقعد بتحرك الكشك بالماء هيك الباردي وبتعذب حالتها ماء كبتيل هاي الطريقة ما بتخليه كبتيل بس أكيد بتكونوا تضيفوا الماء تدرجياً يعني ما تجدوها دفعة وحدة وأكيد مش هنزيد الماء بالمقلاية يعني لأنو بدنا طنجرة كبيرة بس أنا حبيت قليهم مع بعض ومن بعدها تضيفهم بالطنجرة شو طيبة هالأكلة بهالبردات كتير 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 مناسبة لهيدي البردات بيتفى وبيغزى والكشك أحبقها من الأكلات التراسية عنا بلبنان مشهورين فيها أهل بعلباك إن كان بصناعته أو بطبخوا عندهم كتير أكلات تنعمل بالكشك إن شاء الله بدي أرجيكم إياها الآن ضفت الكشك أنا بالطنجرة وصرت زيتة علي الماء متل ما قلتلكم تدريجياً لحتى حس إنه خلص يعني هلقت منيح ما بنيه يطلع لا تقيل ولا خفيف تقريباً بترين متل ما قلتلكم بس بتمنى أنه تكون هيد الخطوة عندكم نظرية ما تعتمدوا علي لأن هيدا الشي بيرجع لنوع الكشك اللي أنتو عم تستعملوه منخلي الكشك على نار وسط مع التقليل المستمر كل شوية بدنا نحركن ما نمتركن أبداً أول ما يبل شوي بقبقوا يغلوا يعني منضيف الكوبايبات الكب اللي عملناهم منضيفهم شوي شوي طعم ما يخبصوا ببعض وأكيد ضروري إنه نضيفهم من بعد الغليان عشان يكمشوا ضغري كيف لما منسلق المعكارونا نفس الفكرة تقريباً في ناس بتسلق الكبه لحال بالمي بتحط لها شوية ملح للمي بس تغلي بتسلقهم ربع ساعة أنا حسيت أنه مضروري لشو لبك يخلي الكبه تغير تتشرب من الكشك وهيك يعني بيضل شوي إنه عم نغليهم بالكشك فترة أطول من إنه نسلقهم قبل ما بيأثير خليهم يتشربوا كل طعمة الكشك وبخصوص الملح أحبقي يعني طبعاً حسب الرغبة دقتهم حسيت بدهم شوية ملح طفت عليهم عادة الملح لما منعمل كشك ما منضيفه دغري لأنه هو أصلاً بيكون مالح للكشك يعني أنا بقدر خبركم على الطعم السحر اللي دقته ما فيكن تاكلوا صحن يعني بكن تاكلوا وكن شي صحنان ثلاثة بتمنى عن جد تشربوا هيدا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها عن جد كتير مميزة إذا حبيتوا تزيدوا لأورمة أولية كمان تطلع كتير رائعة بس أنا حبيت أرجيكم الطريقة النباتية 100% بس تستوي تقريباً الكبة عادةً بتفوش على الوجه بس نحنا يعني نمشي بالأضمان منشيل حبة ومندوقها ومنشوف إذا استوت 100% ما استوتوا منتركها تغلج شوي مع التحريك المستمر شوي شوي يعني ما منحركم بسرعة شوي شوي طمعاً ما نأثر على الحبات طلع كل حبة بحبتها وبما أنه هيدا الأكل الشتوية بامتياز ضروري كتير تاكلوها الصخنة وتحرق لكم لسانكم يعني ممنوع تاكلوها باردة منها طيبة من الآخر بتمنى تكون عجبتكم الوصفة ألف صحة وهنا وما تنسوا تزوروا قناتي قناة مطبخ الزيتون لأحلى الوصفات باي